شارك مندوب مصر دائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق في اجتماع بعض الصفراء العربة مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيرش وشدد المندوب دائم لمصر على ضرورة الإقاف الفوري للعضوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وإنقاذ أكثر من 400 ألف مدني محاصرين في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمرة وإتخاذ موقف دولي محد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني